العمل التعاوني كان عمل أهلي بكل معنى الكلمة مئة في المئة لم يكن له أي صفة أو علاقة لا مع قطاع خاص ولا مع قطاع عام رسمي أو غير رسمي كان عمل تعاوني أهلي كل ما فعلته الدولة وأيام إبراهيم رحمه الله هو أنه أعطى نسبة 25% من عائدات الزكاة أن العمل التعاوني وهيئات التعاون الأهلي للتطوير أنجزت أكثر من 50 ألف كيلومتر من الطرقات هي طرقات شق ليست مسفلتة في أنحاء اليمن وفي مناطق كان من المستحيل على أي نظام دولة وعلى أي شركات عالمية حتى أنها تأتي لكي تشب مثل هذه الطرقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عزيز المشاهدين أهلاً وسهلاً بكل في الحلقة الثامنة من سلسلة الشاهد مع الأستاذ الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع في جامعتين صنعاء وعدن أستاذ حمود كنا وصلنا في الحلقة الماضية إلى عودتك إلى القاهرة لإستكمال مرحلة الماجستير والدكتورة وأنت كنت قد قررت تجميد نشاطك الحزبي لكن حدث خلال وجودك في القاهرة حادثتنا في عبد الفتاح اسماعيل في تقريباً واحد ثمانين وإلى موسكو ومر بالقاهرة وطلب شخصياً لقاك أنت والسفير وقتها راشد ثابت لماذا قرر التقابك أنت شخصياً؟ هذا الحدث أو هذه اللحظة الاستثنائية التي تذكر والأستاذ راشد نحمد ثابت لا يزال موجود ولها التحية والتقدير في هذا الفرصة سيسمعنا أو إيرانا هو في مياليزية للإلاج نتمنى لها الشفاء والصحة والعافية هو كان سفير في القاهرة وأنا مسؤول عن المنظمة فعندما أوزي حد الفتاح اسماعيل أو أجبر على الإزاحة والمغادرة إلى روسيا إلى الاتحاد السوفيتي فكان طريقهم من القاهرة بالطائرة الخاصة من القاهرة فطلب قبل نزول هذا المطار أو ينزل الترانزيت طلب أن يكون السفير في استقباله ومسؤول المنظمة منظمة موحدة ما زالت نعم منظمة الحزب العام منظمة الحزب العام منظمة الحزب الاشتراكي فاستجعاني الأستاذ محمد أستاذ راشد وقال أن يأتي الأمين العام الحزب يمر ومطلوب أن نقابله نعم فقلتنا بكل سرور لا يوجد أي مشكلة وكنا نعتقد أنه ينزل ويدخل للإستراحة ويستقبل ويعمل لا استقبال شيء رسمي من هنا فالذي حدث والله لا أذكر يمكن زالت رافقنا واحد من السفارة لا أذكره ببط يعني ربما ما أذكرش فلما نصلنا إلى المطار قالوا الأمين العام اعتبر من النزول إلى الاستراحة وهو موجود في الطاهرة وتستطيع أن تطلعوا وتقابلوا فكانت مفاجئة لنا نعبر مطار القاهرة ونمشي ونطلع الطائرة فطلعنا وجدنا الرجل بكامل نشوته وحيويته وبساطته المتناهية وبدل ما نسأله إحنا كيف حالك وسلامات والأمور وكذا هو باشر ما يقول لم يكن هناك في الموضوع شيء يعني أكثر من أنه طلب مننا أن لا ننزعج من ما يجري وأن كل الأمور التي تسير هي أمور عابرة وهي من طبيعة الحياة وأن السياسة هي شأنها هكذا التغيير والتغير وأن الحزب والدولة باقيين ومستمرين ولم يكن أحد هو نهاية العالم أو بدايته لا عبد الفتاح ولا غيره ويحسنا على التبات والاستمرار وسألنا إذا كنا نحتاج شيء أو كذا أو كذا فنحنا بدل ما نواسي صار هو يواسينا والحقيقة أنه الموقف كان مؤثر كثير يعني بعث في نفوسنا شيء طيب لكنه أوضح أوضح بشكل واضح أنه الآن في خلاف جوهري ومحوري بين من يقدم الفكر عقل الحزب يعني بين من يقدم الفكرة على الفعل ومن يغلب الفعل بدون فكر فقلنا له هذه مشكلة وهذه هي مشكلتك ومشكلتنا وبالتالي لابد أن هذا كان كل ما كان هذا اللقاء الوحيد الوحيد بعدها خلاص لم تجده ولم تقابله مرة أخرى طلقت حتى بعدما غادرت إلى عدن بعدها في 85 بعدها خلاص أنا رجعت خلصت نعم أنا أقصد بعد 85 ذهبت إلى عدن لكن لم تلتقي به عندما عاد مرة أخرى لا عندما عاد مرة أخرى ما قابلت أنهيت الماجستير والدكتوراه وعدت في 83 أو 84 نهاية 84 نهاية 84 نهاية 85 لا 85 85 نعم عدت إلى صنعة وقد كان معك درجة أنك معيد في الجامعة قد أنا متدرس نعم قد أخذت الماجستير نعم قد أنا بالدكتوراه المفروض أتعين عاد في إشكال في التأيين بأقول لك لأنه إلى الآن أنا مبعوث مبتعث لكن أنت قدمت على درجة معيد رحت وأنت معيد أيوة معيد معيد يعني ما في لم يحصلت السوية وضع عدت طالبت في السوية وضعك بالضطط الوظيفي أيوة بالضطط ما الذي حدث؟ بالضطط بالنسبة للتأيين وفي إدارة الجامعة نعم ويعني شنت شبه حملة غير مباشرة لعدم تعيين هذا الشخص في الجامعة وكان الإسلام السياسي وقتها له صوت مرتفع في الوضع العام بشكل أو بآخر فأنا ظليت ألح على حقي الشرعي والقانوني أنا مبتعث متأهلت وبالتالي هذا هو من حقي يعني نعم فكان معظم الهيئة التدريس تعرف هما يا مصريين يا سوريين ودائما هم يراعوا الجو السياسي رغم أن هذا ليس من حق الأقسام أو المجالس هي التي يتبت في هذه الأمور بشكل تدقائي وطبيعي فكان من الصدفة الطيبة أن كان عبد الواحد الزنداني هو رئيس القامة وكان الضم أو الفكرة حتى عندي أنه أنا سأواجه مشكلة وكان عبد المجيد هو المتهمل الأول والذي يبحث عن يعني وهذا أخوه يعني ربنا يستر يعني نعم فهو أبوهم بالمناسبة كان صديق والدي نعم عزيز الزنداني كان صديقه نعم في نفس المنطقة يعني لكن الجانب السياسي تعرف نعم وفي ذات عبد المجيد كان مغلق للدنيا زيادة مقفل لها للآخر عبد الواحد هو في الإصلاح وما في كلام فمرة يعني هو ما كان فيش إصلاح وقته كان حركة الإخوان هي الإخوان نعم يعني كانوا مندمجين مع المؤتمر مع المؤتمر ما قد فصلوا فبعدين يعني من ضمن المصادفات نعم هو كان قابلته وارتاح لي وقال لي أنا لا تأكد بكل تأكيد أن ليس لي بيني وبينك إلا العلم والنظام والقانون ولا يأخذ ببالك شيئا وقال له أنا واثق من هذا ولي يحدث يحدث يعني نعم فكنا نتكلم مرة دخلنا وإحنا في مجلس وفيه مستشارين مصريين أساتذي كبار فجاء النقاش حول قضايا دينية أنا عندي ما يكفي يعني مثل ما قلت أنا عندي صوفية مش إلا يعني فقط متفقه أو شيء فدخلنا في جدل واسع وبعد ما أكمل الجدل بيقول لي قال لي ما رأيكم هذا بيعارض تعيينه معانا في مجلس الجامعة معارضة ومعانا في مجلس الأكاديمي معارضة ومعانا غلدكم الله هذا يستحق ولا ما يستحقش الدول الصد والله يبي يقول لهم هكذا قالوا هذا ابن مصر ونحنا ابن مصر وهذه مدرسة مصر ونحنا والمهم يعني قال ابن أنت ستعين وأنتم ستكون أصواتكم مع هذا الرجل نعم وأنا معه من الآن ويعني أسجي الله نعم الله يعني يرحمه ويوسع عليه ويسكن جنته هذا الرجل الرجال تبان في مثل هذه المواقف وهو متجاوزها هو فوقها نعم كل المواقف الصغيرة والجانبية يعني ما فيش وبالتالي يستكمل تجراءات التعيين والحمد لله حتى عبد الكريم الإرياني كان عنده تحسس من غير ما ضيف يعني وكان رئيس وزراء قدو كان رئيس وزراء وأنا زرته نعم وأهديته نسختي للدكتوراه وكان متحسس جدا عندي وبلغني هذا من مكتبه ما هو السبب ما هو السبب السبب لأنه هو بينه بين اليسار فغرة فغرة مبنية مش على ايديولوجيا دينية أو كذا إنما ايديولوجيا سياسية لأنه ليبراليزم يعني أو ليبرالي وهذه اليساريين شغلة ويعني ما نستيشع للشغال يعني طيب أنت في سبعة وسبعين غادرت صنعاء عدت في خمسة وثمانين يعني حوالي ثمان سنوات أي كيف وجدت الاختلاف؟ هل حصل تغير في بنية المجتمع؟ في طريقة تفكيره؟ في العمل أصبح يعني مختلف أنه خب في صنعاء تغيرت؟ أم أنه ما حصلش أي شي فارق؟ الحقيقة هي كانت بداية فترة علي عبد الله صالح صح أم لا؟ نعم وكانت الجو العام والنفس العام السائد لا يزال لا يزال بنفس الحمدي ما حد استطاع يغطي عليه حتى علي عبد الله صالح نفسه يعني بصرف النظر عن أي شي نعرفه أو لا نعرفه وما هوش موضوعنا الآن يعني كان ينظر إلى أنه إذا لم يتمثل زمن علي عبد الله صالح نعم فهو ما بيستطيعش يمشي ما بيستطيعش يمشي حاله وبالتالي كان النفس موجود علي عبد الله صالح لحد ذاته كشخص إنسان عادي نعم وإنسان بسيط ويمني ما هوش مقيد بشي وكان عنده تلقائية وإنسان يبحث عن شي طموح له نعم ويشعر بنفسه كان يشعر بأنه الناس تتهموا بأنه قليل المعرفة ومحدود الثقافة والإمكانية وكان يقدر هذا كان يقدر هذا وبالتالي هذا الجو أنعكس على الأوضاع بشكل عام فيه تسامح فيه يعني رغبة في التجديد أي فعل جديد ما هوش محارب واتخذ مواقف كبيرة ومهمة يعني عندما يعني يستعيد مجيء الصلال ومجيء الإرياني رؤسها خرجوا من البلاد بظروف صعبة وقاسية ويرعاهم في سواء عادوا أو لم يعودوا هذه كلها رصدت له كمتنفس ومناخ جديد بكل أمانة يعني فهذه كلها يعني هي أتاحت الفرصة لجو سياسي لكنه ملغوم ملغوم في هذا النقطة ربما كان هناك تنظيم المؤتمر الشعبي العام وهو كان تنظيم جمعه فيه كل المكونات الحزبية الموجودة في الشمال بإخوان على يسار ناصري مبعثيين ليبراليين هذا التنظيم هل كان له أثر في الحياة السياسية ولا فقط محاولة للسيطرة على المناخ السياسية السايد؟ أنا شخصيا ليس لي صلاة بهذا الموضوع ولم أكن أرغب في أن أستأنف أي عمل خزبي مع أي طرف أنا تجربتي اشتراكي كنت اشتراكي منظم سياسي فصرت اشتراكي بفكري وإلى اليوم تهم ألاء فيها وشرفون لا أدالي بعلم وفكر وموقف وليس تنظيم ولذلك لم أفكر بأن التحق لا بالمؤتمر الشعبي ولا بغيره رغم هل هناك عروض يعني؟ نعم لكنني كنت أقنع من يخاطبني وجالي أناس من أعز أصدقائي وقلت لهم أنا خارج العمل السياسي الحزبي أفضل لكم من أن أكون داخل لأنني أستطيع أن أعمل ما يفيد وبالتالي لم أكن على صلاة وموضوع التوليف وقتها أنا بس كمراقب يعني ما كانت ما قدوش حزب ما قدوش تنظيم سياسي منظم لا مؤتمر يمكن الإصلاح والإخوان هم أكثر تنظيماً لكن المؤتمر الشعبي كتوجه وطني قومي غير عقائدي ما قدوش بشكله الذي أنتهى إليه فيما بعد وفي البداية يتلمس طريقه طيب أنت بدأت ممارسة عملك في جامعة صنعة خلال أشهر بسيطة قرحت المشكلة بينك أنت والإسلاميين أي أي لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كنا على رقابة مع بعض من وقت طويل من وقت سابق يعني أولاً هم تحسسهم لليسار ونعود لكلمة اليسار بس نفهمها بالمعنى الواسع نعم شديدة جداً وللجنوب ولكل ما هو يساري وأنا صرت مثقف يساري وليسوابق بالنسبة لهم معروفة ومشهورة هل أنت أول يساري مثلاً يتكلد منصب مدرس في جامعة صنعة؟ لا يعني فيه قبلي صح أنا بالمناسبة أنا أول مواطن يمني يحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع ما عدا واحد في حضر موت وكان في أندنوسيا في جنوب شرب آسيا وفي حضر قبلي يعني لكن أنا كان فيه قبلي زملاء وبالذات الأخ المرحوم والسار عبدالعلي عثمان هذا كان من أبرز قيادات البعث العربي الاشتراكي ومن الشخصيات الوطنية البارزة وهو كان معين في القسم بدرجة ماجستير مش بدكتوراه نعم حصل على الماجستير من أمريكا فبالتالي بالنسبة للقسم و للجامعة أنا كنت عملية اختراق يعني كان الباقين يعني كان أبو بكر السقاف أيضاً أبو بكر السقاف هو فلتفة مش المجتمع لكن الفلتفة والمجتمع عد كانوا مع بعض عد كانوا قسم واحد نعم وبالمناسبة يعني الله يذكره بألف خير إن كان حياً أو ميتاً أنا والله انقطعت أخباره هو خارج اليمن من الفترة نعم كان من المتحفظين أبو بكر السقاف أيوه هو في روسيا تقريباً ها؟ هو ما زال يعيش في روسيا في روسيا الله يديها الصحاة والعافية فكان هو من المتحفظين عليها وكنت مستقرب جداً يعني لأنه كانت الحساسية بين يسار اليسار وبين القومين هو ينتمي إلى جماعة بهذه والاتحاد الشعب والماركسيين الأسراء هنا كانوا يعتبرونا برجوازية صغيرة يعني نحن نص نص خمدة فكان متحفظ وهو ماسك القسم وكان من ضمن المعارضين أيوه يعني يعني يرجع عبدالوحدة الزنداني هو أكثر نعم يعني المهم هذه هل هذا كله أيضاً له علاقة بوجود استمرار الصراع في المناطق الوسطى بإعتبار أن حمود العودي من المناطق الوسطى وهناك مواجهات بين الإسلاميين وبين المدعومين من الحزب الاشتراكي ومنطقة العود تم تصنيفها على أنها منطقة معادية للإسلاميين يعني لا أظن هذا لا أظن هذا نعم لأن الوسط الذي بنتعامل فيه في الإطار للتوظيف الأكاديمي والعلمي الناس كلهم أكاديميين ومن الصعب ممكن أن يحاسبك سياسياً يحاسبك أيديولوجياً لكن مناطقياً ما أظنش ما صعبة طيب كيف تلقيت أنت النبأ؟ نبأ أنه اليوم قد في عليك دعوة حزبة أو بالأصح من الذي رفعوا الحزبة يعني؟ وهل كان نظام الحزبة أصلاً موجود؟ ما أعترف به في القضاء أو في لا أنا بعد ما بدأت التدريس عينت وبدأت التدريس حقيقة بدأت بزخم يمكن أنا أحاسب نسي عليه كنت أشعر بنشوة كبيرة ويعني فرحان بنسي زي ما يقولوا واحد فرحان بنسي يعني فعملت أنشطة وبالذات يعني في مجال البيئة في مجال النشاط الجامعي يعني كان في أنشطة أسبوعية أنشطة كذا فهذا التحرك يعني زاد عمل استفزاز يعني بشكل أو بآخر وهم قدوا معدين أنفسهم أنهم هم البديل الموجود يعني بشكل قوي يعني فهذا من ضمن الأمور الأشياء الآخر هم استغلوا أنه نشاطي الإصدار في المطبوعات والكتب في الوقت الذي ما حد يكتب ولا يصدر حتى أساتذة في الجامعة منهم أو من غيرهم ما حد يكتب أنا كاتب من ثلاثة وسبعين أصدار لي أول ما أصدر لي كتاب المنظور العلمي للثقافة في ثلاثة وسبعين نعم يعني قبل ما أتخرج من الجامعة يعني بفترة يعني بالتوازي مع الده نعم بالمناسبة يعني بعدين أصدرت كتاب المدخل الإجتماعي وقبل ما أحصل حتى على الماجستير ويعني بعد أن حصلت على الماجستير وأصدرناها ككتاب صادر مركزة الدراسات هذه الأمور كلها عملت يوم ربشة ويقول لك هذا يعني ما يحتمل فالأفضل لازم ندبر حالنا الوضع السياسي غير راضي عنك نعم باعتبار أنه أنت لنت في المؤتمر ولنت كذا وأنت يعني متهم بالجنوب وبالحزب الاشتراكي فبالتالي توافقة التقاطعة المصالح بين الإسلام السياسي وبين القرار السياسي نعم فهكذا أنا أفترض والله أعلم أنه القرار السياسي يقول لك خلينا نخلص من هذا بطريقة الإسلاميين ما كان نحن لها بس هذه الأول تجربة يعني هذه أول حادثة حدثت لم تتسبقها يعني ما كانش فيه قبلها سوابك نعم نعم يعني هو كانت فكرة التكفير موجودة نعم بالنسبة للإسلاميين التكفير قاعدة نعم عند الإخوان يعني لكن كانت أخذ كنوع كشكل من أشكال التهديد التخويف والاتهم هكذا بهذا الشكل لكن أنا بالنسبة لي هما صعدوا الموقف إلى درجة أنه يقول لك نحن إذا نجحنا في أن يعني نصل بهذا الشخص إلى ما نريده سيكون درسا للآخرين للآخرين عدرة يعني ومبنع يعني بكل الوسائل ويبدو أنه تقاطع المصالح بدل ما أنا أروح بذمة خميس واحتبس وقول الله أفصل من الجامعة ولا يعني أسجن أو كذا فهي يقول لك قد هذولا با يطوعوا يقوموا بالمهمة وهم يعني هل تعتقد أنه كان هناك من دفع هؤلاء ولا أنه والله لا هؤلاء الآن في مرحلة إثبات الذات أنا أجزم بدرجة كبيرة جدا أنه لا يمكن أن يفعلوه بدون ضوء أخضر لأنهم كانوا شركاء في السلطة نعم هما شركاء في السلطة يعني ما فيش كلام يعني عمر أحمد سيف ومحمد المؤيد ومحمد هاشم الذارحي كان لديهم أيضا مناصب في التولة بالله صح ويعني أحدهم كان خطيب المدلة علي عبد الله صالح وإنسان طيب هذه الحادثة يعني كيف استقبلها المجتمع الأكاديمي داخل الجامعة الحادثة الحادثة تطورت بسرعة بشكل سريع نعم وما عد لحقوش الناس حتى أنهم كيف يقيموها أو كيف يتصرفوا معها كرأي عام نعم لأنه طبيخات بطريقة غير معلنة يعني رتبتهم واتفق مع النايب العام ومع اللي انتبهناها اللي هو المحمد البدري اللي كان نائب عام نائب عام هو النائب العام ومحكمة لواء صنعاء تقريبا ومحكمة لواء صنعاء تقريبا نيابة لواء صنعاء نيابة لواء صنعاء في النيابة نعم في النيابة والموضوع جر جر بشكل شبه سري يعني أنا ما فوجيت إلا وقدر موضوع في النيابة وقدر أمور كلها جاي سدعوك من النيابة أنت ما عرفت إلا لما سدعوك من النيابة بالضبط وذهبت النيابة؟ ذهبت أولا لوزير العدل من كان وقتها وزير العدل؟ وزير العدل والله تقريبا واحد من بيت الجوبي أو شيء من هذا القبيل يعني على ما أظن ما أتذكر بالضبط رجل ما هوش من الشخصيات لكن الذي كان متبني الموضوع بذرجة رئيسية هو النيابة العام البدري البدري هل كان هو عضو في الإخوان؟ ها؟ هل كان إخواني أو إصلاحي أو إسلامي؟ هو جهاز أمني لكن أنا لا أستطيع أن أصنفه سياسيا يعني جهاز أمن قمعي لي ولغيري ما فيش وهو يعمل بما يؤمر يعني ولذلك أنا لا أستطيع أن أبرأ أحد من الموقف يعني فأنا فوجيت بالاستدعاء من النيابة وعندما وصلت إلى الموضوع كنت أظن أن الموضوع في سياق لكل الكلام السياسي وشيء من هذا القبيل فأنا أفاجأ وكان رئيس النيابة في المحكمة في الواصنعة محيد الدين الأنزي نعم هو ولد شاب وولد طيب واستقبلني استقبال وللأمانة قال لي الوضع لا يستهان به وأنا هنا مجبر على ما أفعله ما مش لي اختيار فيه والمسألة فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا 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 والأمور قد مشيت وقد أرحل الموضوع من وزير العدل والتحقيق يعني الإجراءات التامة بالشكل هذا فقلت له إذن ترك لي موعد ما أجيي لك وروح هذا التونسي أشوف كذا قال لي حاضر ما قال لي بكل سرور قلت له هلأ سطيع حصل على نسخة من الشكوى دعوة الاحتساب دعوة قال لي الآن لا لكنه أطلعك على فحواء أيوة كلمني وأدى لي الفكرة فأنا ورحت واليوم الثاني جيت في الموعد على طول وهو موجود وهو موجود والمحتسبين موجودين أجي المؤيد بعد السجع الطرف الآخر وحضر المؤيد وحضر واحد ثاني أعتقد الصادق محمد الصادق أيوة أو كذا وقد صاروا هم يدوروني للجامعة السجعة حق النيابة هم الذي صاروا الجامعة يدوروني وراحوا وعملوا دوشة في الجامعة وهم الذي أشاعوا الخبر يعني يعني قالوا أنه حضروا بالسيف يدوروا والله أنا يعني ربما يعني قالوا والذي يشهدوا عليه يعني ما ربما لكن على ما أشهد الناس يجاءوا معا ينفذ الحكم العدالة يعني ما علينا يعني يعني تفاصيل فبعد ما حضروا الطرف الآخر بدأ يقول التهمة كذا 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 ما ردك نعم أنا أنكرت التهمة وقلت استغفر الله العظيم أنا الإنسان مؤمن لا ينبغي أحد أن يطعم إنسان في ضميره وفي دينه بهذا الشكل المزري وأنا لم أكتب ولم أؤلف إلا ما يختلف فيه في الرأي في الفكر سواء كان في الفكر الديني أو الفكر السياسي وهذا الكلام ليس له أساس ولا يعني ينبغي أنا قلت الكلام هذا الوزير العدل قبل ما نروح النيابة لكن تقريبا جير العدل أو البدري طلب منك أنك تعلن توبتك هو أثناء أثناء الحديث يعني الذي قاده لوزير العدل هو البدري نعم هو النريب العام قبل ما نروح النيابة وبعدين هو يبسط لي المسألة إنه عادي يعني إنه الموضوع عادي يقول تبتنا تبت وخلاص والموضوع لا يوجد شيء وقف الله عما سلف وكأنه يستغفرني كأنني أنا لا أدري ما معها الاستتابة إنك تقر أصلا إنك اختفت الجريمة إقرار إقرار تسلمهم رأسك أيها أيها يعني الكلام هذا نعم ووزير العدل هو رجل مسن كان منزع الجزاد وقالوا له قد ألف كتب وكتاب وقال قدم كتب قالوا ما بالله الاستتابة وإلا فحد الله يعني نعم قلنا أيضا قد الحكم قد صدر مقدما فقلنا نعم خلاص أنا باروح النيابة ورحت من عندهم إلى مكتب النائب العام والتقينا وكان هذا الموقف قلت لهم أنا مستعد سأدافع عن نفسي وسأحضر ويعني استلمت النسخة من الإدعاء ووعدت بالأودة بكل تأكيد الموعدي بعد يوم أو يومين عدت لبيتي للمنزل وأشعرت زوجتي وأولادي أطفال لا أعلم فأنت ما وجدتهم لبيتي أنا قاعد وأسترجع نفسي هكذا ويعني أستطن يعني إيش الرعب ما نحن فيه مهول شيء مهول جدا يعني أن تفاجأ شيء بهذا المعنى وبهذا المستوى وبدأت أوازن نفسي إيمانا وبكرا للإيمان سبحانه وتعالى ويعني تذكرت المبادئ الصوفية إن الإنسان كيف يجب أن يكون قوي الإيمان وكذا الحمد لله نعم فأنا بها وإذا بالتلفون يرن هلو 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 مرحبا من نعب وتنا فلان ها أنت الكافر يعني قال كيف من قال لك هذا؟ قال عادة تصير النيابة وتنكر وعادة تعمل محاكمة نعم والدعاء وإجابة وصياء وكذا قلنا لا هذا واجب هذا حق قال قد الحكم صادر حتى لو تبت معها حتى لو تبت معها تبلش حتى توتك نعم خاف الله يا باك ما يسبرش قال قد قضي الأمر لا يعني قول معها ما نقل لك من هو ما علش ما لا ما أنا بعدها برور كنت متمالك نفسيا وفي حالة مستقرة قلت الحل الوحيد إنه أعمل اتصالات نعم فاتصلت بكثير من الأصدقاء وكان من ضمنهم الرقيحي عبد الرزاق الرقيحي وهو تقريبا نائب المحامي العام المحامي العام نعم المحامي العام كان المحامي العام نعم وهذا رفيق وصديق وأنا في الحزب وهو كان من منظمين حق الأزهر المحامي العامي واتصلت بالصدقاء كثير يعني اتصلت لهم أقول لهم بالخبر وأقول لهم بشي مهم جدا أقول لهم أنا أريد من يعتقلني الآن دولة أريد الآن من يرسل لكي اعتقل وأحفظ في سجن لأنه أنا واثق بأنه سأؤرض لخطر تصفية للأسف حتى اتصلت في عبد علي عثمان اتصلت في أصدقاء قد منهم من قد راحوا والله يرحمهم الغريب أنهم يردوا عليها بثقة حالية أنت بتخول في نفسك يا دكتور ما بش الكلام هذا والرئيس بيشكراك والمدرية خبره ما يزورش نعم أنا بالحين بقول لكم أستي مكان آمن أنا الآن في بيتي أو في طريقي ما أمنش على نفسي قالوا يعني يا ما بلا أنت بتخول بكرة نلتقي فهنا بكرة يحلها الله فأصبت بحالة من الصدام حتى أولادي ما مش موجودين كانوا في بيت أبوهم في الباشا في صنعة القديمة بيت جنبهم يعني نعم فاستخرت الخيرة فقلت رجوب الدفاع عن النفس من مسؤولية المؤمن أن يحفظ النفس نعم فأنا قد أتعرض الآن اللحلة أو خارج وهم كانوا يقتلوا يعني في ناس كثيرة يعني فقلت أنا استخرت الله ما لها إلا أن الإنسان يبذل في جهده تدفاع عن النفس لأن هذه هي حق الله هي أمانة لا يجوز أن يأخذها إلا هو قررت المغادرة قررت المغادرة ركبت سيارتي لفركسوجل دبرت لي مصروفها كذا ما لديت لفركسوجل ورحت شارعة عز وجهتها في اتجاه البلاد السيارة طرحتها في شارعة عز ايوه صلاة عز وركبت لي سيارة لبال شعوب في اتجاه ما عارب اخترت أنا الخط يعني قلت العيدة عن فركبت سيارة في آخر النهار قدوه وبدأت الرحلة يعني ما عم سيت الله في منطقة الحصون حتى المجنة ما دخلتها حريب لأنه كنت أخشى من ربما في شيء ايوه يعني المهن بدأت رحلة ثانية بعدين اه اتجاه عدن لا اليوم أنا بت في مارب في حريب لا في حصون خارج مدينة مارب في حصون الجلال في اليوم الثاني اه دورت الخط حق الجوبة هو حريب حريب وركبت مع الناس وهنا قدنا متغير هكذا كان من ضمن الصدف انه واحد بيسألني من الأخ قلت أنا من العود من بيت العودي قال انتهى من العودة أهل العودة يبقى غرمانة أداك الله أدى الله الحب لا فوق المدفن وأهل العودة هم من نهل الجوبة في مرات وعادوا من انتسموا يشتجوا صلينا ونحن ندي صليهم يعني كلام قلت له والله يناب من المنئب هذا صحابكم فالمهم وصلت حريب يعني الظهر مدينة رحت الجامع صليت واستغفرت الله وكذا وكنت هادئ جدا وتوازن وواسي نفسي الحريب السائلة انت قد عرفتها السائلة هي على ضفة الممر الطرف الثاني جنوب وهذه شمال وهذه شمال فلاسأل أين والخطر آخر خالوا عنك منها قدو جنوب كلنا والله يعني قربة المسألة فانتضرت إلى مغيبة الشمس قدر الرعيان ليسيره ويجوه في المكان نفسه معي صماطة وشالا تحركت هكذا ومشيت ونزلت ومشيت من الودن بين الرعيان وغنام ووصلت إلى النقطة العسكرية ها؟ إلى النقطة التابعة للجنوب الموازية نعم الغريب في الأول ما اجتربت من النقطة وشفت العلم شعرت بالأمان في نفس اللحظة يكفز حراسة ثنين أو ثلاثة بشكل غير عادي مثل الوحوش لأننا اجتربت منهم فمن الوقف مكانك لا تتحرك قلت لهم سلام قالوا أوقف مكانك لا تتحرك ولا تكترب لهم كان عندهم خاف النوارة يمكن يجيب 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 يعني شوية بعثوا بواحد وقالوا خلصة بفوقك أدوات والله يخلص القزمة القراء مع بالله قلنا لهم السروال عندما تنعون ما بيش حاجة أجا واحد ضابط مات ستي أنا عاد ستي قلت لها أنا واحد باختصار شديد قلت أنا مرضى قلت ودخلت عندهم النقطة قضيت الليلة كاملة عملوا اتصال إلى بيحان إلى أتق بالوض فقالوا لهم اهتموا بالرجل لا تسيبوا واليوم الثاني الصباح قعدت معاهم في المساء بعدين نتكلم برديش وعامل لافته كبيرة هذكرها للآن فوق الحقهما المقر وطن لا نحميه لا نستحبه كلنا نتاير يعني كويسا واليوم الثاني مع مسافرين جمعهم منهم جوادوا معهم مرافق نعم إلى أتق إلى المدينة استقبلت هناك ونزلت وقعدت يوم أو اليوم الثاني وبعدين انتقلت إلى عدن وبدأت القصة بعدين أنت قلت إلى خلاص الموضوع لا نصبح في عدن ونصبح ملاحك في صنعاء أو مطلوب بالنسبة لصنعاء مختفي مختفي للأسف حتى من أسرتي يعني وأنا آسف يعني يعني فشاعة اللي خانه اختفاء اختطف أو قضي قضي عليها أنت ما بلغت أحد حتى أسرتك حتى زوجتك ما بلغت ما بلغت يعني ما عدت ديتها أول ما وصلت أنا عدد عدد عددنا في عدد عددنا في عددنا عددنا في عددنا عددنا في عددنا عددنا في عددنا قلت له مطمئنة أنا في الجنوب يعني التلفون واتصلت وكذا واستبرت في صنعاء محاكمتك غيابيا طبعا أبات قامت الدنيا والمجابرين خيرتنا بعدها كل واحد يعني أدى الذي عليه فهم مضوا في الموضوع لأنه بالنسبة لهم مكسب سواء أنا موجود أو مش موجود أنه يحاكم ويصدر واستمرت المحاكمة غياب يد وأنا موجود وكان فيها الحسن الحظ أن كل الوقائع كانت تصلي أول بأول يعني الدعوة والجلسات والأمور وكذا إلى آخره وبعدين كان فيه حركة طلوع ونزول كان فيه مرونة في الجانب السياسي ينزلوا الوزيرة الوحدة يرحيل العرشي ينزل يرحيل العرشي ينزل راشد نحمد ثابت وزير وحدة يطلع فلان يسير فلان يجي نعم كنت أنا أستفيد من هذه التحركات فبعت برسالة لعلي عبد الله صالح لعلي عبد الله صالح لكن قبل أن تبحث برسالة طلبت أنك تشتغل في جامعة عدن أيها هم أرادوا يرتبوا لي وضع نعم برضو من الأمور اللطيفة أنا طلعا قد انقطعت عمل عمل الحزري شو كم سنين وقدنا بالنسبة لهم شخص نعم يعني ما عادواش بالقدر نعم يعني ارتبشوا ودخل فيه جانبين هذا جانب غير مباشر بس أنا في همته بالضبط قالوا أنه يخشوا أن هذا الكلام كله تأليف مفتعل وتأليف اخترق أيها والغرض أنه الراديول يجي يعني يجمع أخبار ولا يلعب دور كذا ولا كذا أو شي من هذا القبيل لأنه هذا الأمر غير محتمل وفي جانب آخر غالب لا هذا غير صحيح وهذا رجل وهذا ترك العمل الحزفي وما عادواش حزفي ولا ويعني من هذا صار الجدل هكذا نعم اتفقوا على رأي أنهم لازم يتأكدوا من منظمة صنعة أيها هل هذا ما حدث هل الرجل كذا أم لا تبعثوا بشخص كلفوا شخص يتحرك إلى صنعه ويتأكد يأتي بالخبر اليقين نعم هل الرجل كذا ولا يعني ولا عليك ضيه ولا أنه ينكذب علينا أيها من المفارقات العجيبة أن هذا الشخص يعني أتى إليه وقال أنا مكلف أفعل كذا وكذا وكذا من هذا الشخص هذا الشخص والله شخص عادي أنا والله لم أعد أذكر اسمه نعم بس هو من أبناء يافئ نعم يعني يعني لأنه لحظة كانت لقاء قصير نعم وراحل وأنا وافق أنه أنت ما أنتاش في هذا فما الذي تريد أن أفعله واذا أريدك أن تنفذ مهنتك بكل أمانة نعم وتصل إلى صنعه ولا تتردد أبدا نعم وراح ورجع قالوا الأمور كما هي مؤكدة فبعدين أرادوا يسووا وضعي بعدها قدنا بطل وقعت كويس وستقبلني علي ناصر ومحمد وعلي عمتر وجار الله كان معي ألف وفرمية نعم موجود وابن أخي محمد منصور محمد بصور موجود أنا نزلت عندها في البيت عمد بصور علي كان معه مشكلة وقالوا من أيام المنابس المسطة من ثمانية وستين من ثمانية وستين أيوة بعد حق صالح حق والحق نعم وحتى مجاهد القهالي الله يذكره بالخير موجود وقفوا معي بأمانة وكان لهم تقدير كبير وجابوا لك وظيفة في كل التربية في الأحج لا هم طلبوا مني أنه أولا بالنسبة للعمل السياسي والحزبي قلت لهم أنا قدنا خوايا وأكاديمي وعندما أتقل عمل حزبي ما باضي في لكم شيء ما باضيش في العمل الحزبي شيء والشيء الآخر أنه أنا في صنعاء لم يعرف عني أحد أنني منظم سياسيا عقدنا مؤتمر تأسيس فرع الهزب ومنظمته في القاهرة بجانب المخابرات وما عرفوش بالحين أنتو تشتو تشاهروا بي خلوني وسلة يمكن في أماني تبروا مني نعم فقالوا أسير أنسك منظمة الأبزك ممثل الجبهة الوطنية في لبنان في بيروت أنت رجل مثقف سمعتك وكذا قلنا هذا وكذا يعني كمان قلت لهم لا أنا سيدنا تقبلوني هكذا وإلا بأسير أدولي مكان آخر قالوا لا الذي تريده إحنا ما معك الله يعني فلان قلت لهم ما في عمل سياسي منظم وأنا أشتغل أكاديميا بأفيدكم ومفاكم أكثر قالوا خلاص بعدين ردت بوضعي في الجامعة باسم الفلسفة والسقرة أموري والحمد لله نعم بنتوقف عند هذه النقطة وبنعود للخطوات اللاحقة في موضوع التكفير وفي موضوع المحاكمة في حلقات القادمة نصلت عليها الأوضاع بشكل أوسع إن شاء الله إن شاء الله عزيزي المشاهدين في ختام هذه الحلقة لا أسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع في جامعتي صنع وعدن الشكر موصول لجميع مشاهدينا ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم قتلوا رؤساهم وقتلوا كلهم قتلوا بعض مثل ما قتلوا في 13 يناير قتلوا في أحداث أغسطس والوفود طالعه نازله والكلام كبير والمزايدات كثيرة يعني بدل كل الكلام الذي يظل يدوش عقول الناس على مدى خمسة عشر عشرين سنة من التعبئة للرفض والقطيعة بدأت المزايدة على الوحدة عندما يقول عبد المجد الزنداني عليهم أولاً أن يتجهوا إلى أقرب محاكم ويجددوا إسلامهم علشان يعني نقبرهم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر